اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور وورد طبعا في هذه المحاضرة ستناول موضوع مهم جدا من مواضيع التنظيط ألا وهو الطباع بالصوت طبعا في حاله كنت طابعي أو منضد لبحوث أو رسائل أو ممكن عندي مدونة أو موقع أو ممكن دائما أستخدم النصوص بشكل كثير بإمكاني طباعته من خلال النطق بالصوت طبعا راح أتم هذه العملية من خلال ملف الورد التابع لمايكروسوفت عن طريق جوجل اللي هو اسمه مستندات جوجل يعني ليس الأمر الموجود بداخل برنامج وورد راح نكتب هنا مستندات جوجل جيد طبعا نختار أول خيار مستندات جوجل وطبعا لابد أنه نأكد أنه لابد أنه عندنا تسجيل دخول بداخل جوجل أو داخل جيميل بنفس المتصفح طيب انتقل إلى الانتقال إلى مستندات جوجل طبعا هذا الجزء اللي هو المستوى الشخصي وطبعا راح أنزل إلى الأسفل طبعا راح أجي إلى هذه علامة الزائد اللي بي اليسار أضغط عليها راح ينفتح لي مستند جديد ممتاز جدا الآن راح أجي إلى أدوات وطبعا راح أختار الكتابة بالصوت ممتاز طبعا عدي هنانا هذه الأدات طبعا من خلال هذا السهم بإمكاني أنه أختار اللغة طبعا لغة عربية أو إنجليزية أي النص اللي أنا أريد يعني أتكلم حتى يتم طبعا طبعا راح أنزل إلى الأسفل جيد الآن راح أجي أضغط على هذه علامة المايك طبعا لابد أنه عندي مايك مسجل فأجي إلى اللاو بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في دورة تعليم برنامج وورد وتحديدا المستوى المتقدم إن شاء الله تكون هذه المحاضرات مفيدة ومهمة لكم من حيث الفائدة العلمية والقيمة المعرفية نحييكم من منصة عالم بها الاحترافي جيد طبعا أرجع أضغط كليك على نفس العلامة المايك على المود يتم انتهاء التسجيل طبعا راح نجي ناخذ نسخ وطبعا نجي إلى برنامج وورد وطبعا نضغط على لسق نلاحظ أنه الأخطاء قليلة جدا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في دورة تعليم برنامج وورد وتحديدا المستوى المتقدم إن شاء الله تكون هذه المحاضرات مفيدة طبعا ممكن مفيدة تكون بيئتاء ومهمة لكم من حيث الفائدة العلمية أيضا بيئتاء والقيمة المعرفية نحييكم منصة طبعا هنا ممكن نضيف منصة عالم بها الاحترافي التعليمية نلاحظ أنه تم طباعة مجموعة من النصوص بوقت قياسي جدا وسريع طبعا هالعملية مهمة جدا ومفيدة في حال لو كنت أني أعمل طابعي أو منضغ على برنامج وورد إن شاء الله تكون هذه المحاضرة مهمة وسهلة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى